سينار دعيني أولاً أشير إلى التصريحات الأولى التي صدرت منذ قليل من الكريملان تعليقاً على الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت اليوم العاصمة موسكو وضواحيها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وصف هذه الهجمات بأنها ردت فعل من طرف نظام كييف حسب وصفه على الهجمات التي قامت بها موسكو في وقت سابق بالضبط في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والتي قال عنها بيسكوف بأنها تمكنت من خلالها القوات الروسية من استهداف أحد مراكز صنع القرار في العاصمة الأوكرانية كييف استهداف بشكل مباشر وبالتالي بيسكوف يرى بأن الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية اليوم والتي استهدفت من خلالها موسكو وضواحي موسكو بالطائرات المسيرة هي رد فعل من طرف النظام الأوكراني بحسب وصفه بيسكوف قال بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في موسكو وضواحيها تصدت وبنجاح للمسيرات الأوكرانية الأهم على لسان بيسكوف هو أن هذه الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت موسكو وضواحيها في نظر الكريملين هي خير دليل على ضرورة استمرار العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق كل الأهداف المتحدث باسم الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف قال بأن بوتين تم إبلاغه بكل تفاصيل هذه الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية باستعمال الطائرات المسيرة وبأن الرئيس الروس فلاديمير بوتين لا ينوي الحديث أو التوجه للشعب الروسي بكلمة بسبب الأحداث الأخيرة التي طالت العاصمة موسكو أو بعض المقاطعات الروسية على غرار مقاطعة بيلغورد الدفاع الروسية أشارت في بيانها التوضيح بأن مضادات أو أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط ثماني طائرات مسيرة وفي ضواحي موسكو تم تدمير أيضا خمس مسيرات بالإضافة إلى نجاح المعدات الإلكترونية التي يمتلكها الجيش الروسي في إبطال مفعول ثلاث طائرات مسيرة يذكر بأن هذه الهجمات هي ثانية من نوعها التي تشدها العاصمة الروسية موسكو بعد ذكاء الاستهداف الذي قالت موسكو بأن القوات الأوكرانية استهدفت من خلاله مقر الرئاسة الروسية بطائرات مسيرة في محاولة وصفها لكريملان بأن الهدف منها هو اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم هذه الهجمات عن طريق الطائرات المسيرة كانت أكثر شمولية الحديث يدور على أكثر من 25 طائرة مسيرة استعملتها القوات الأوكرانية في هجماتها على العاصمة موسكو دون تسجيل أي ضحايا بشرية بحسب الرواية الرسمية التي تبنى طبعا عمدة مدينة موسكو سيرجي سابيانين قمعنا يوسف بيقار من كيب ثائر عمر يعني الأوضاع لديك أيضا على الجانب الآخر وردود الفعل نعم بداية لما رقبناه من ردود الفعل الأوكرانية على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها الأراضي الروسية كيريل بودانف كان قد ألقى في بعض التصريحات التي أشار إلى أن الهجمات الروسية الإرهابية على المواطنين الأوكرانيين لن تبقى بدون رد هذه بعض التصريحات التي ألقى بها كيريل بودانف وهو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وأشار إلى أن ما ترويه الرواية الروسية في الخسائر التي حدثت في موسكو وفي بعض المناطق الروسية هي ليست بالحقيقية وأن ما لدينا من معلومات هو أكثر بكثير بما يتعلق بمثل هذه الهجمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر